السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مع شرح درس الصيغة الكيميائية لمادة الكيمياء للصف التاسع اول حاجة انت لازم تعرفها ان جميع المركبات لها اسم وهذه الاسامة يمكن تمثيلها على شكل اللي هي صيغة كيميائية ويمكن كتابة صيغة المركبات التي تتضمن لايونات المختلفة والسابق ذكرها في الدرس الاول بسهولة اذا عرفنا ان الشحنة الكلية للصيغة تساوي صفر الشحنة الموقبة الكلية يجب ان تساوي الشحنة السالبة الكلية ويش نقصد بهذا الكلام نقصد ان مثلا القزي اللي موجود عايمين خلنا نسمي مثلا القزي اي والقزي بي لازم الشحنتين اللي يكونن في هذا المركب يعني يلغم بعض فالسالب يلغي الموقب فعشان يتكون هذا المركب لازم يكون عدد الموقب هنا نفس عدد السالب هنا عشان اللي هي تلتغي الشحنة وتصبح الشحنة المكافئة اللي هي صفر والان تعرف حول الصيغة الكيميائية والتكافؤ الصيغة الكيميائية هي طريقة موجزة للتعبير عن عدد ونوع الذرات التي يتكون منها المركب كيميائي معين او جزي كيميائي معين وذلك باستخدام رموز العناصر الكيميائية وتكافؤها والتكافؤ هو عدد الالكترونات التي يفقدها او تكتسبها او تشارك بها ذرة العنصر في التفاعل الكيميائي وذلك للوصول الى حالة الاستقرار اما الآن الحديث حول كيفية ايجاد التكافؤ يوجد تقسيمة بسيطة تسهل عليك عملية ايجاد التكافؤ اول شي عندك المجموعات من واحد الى ثلاثة تكافؤ العنصر الموجود في هذه المجموعة يكون هو رقم المجموعة مثلا الصوديوم الصوديوم يوجد في المجموعة الاولى فلذلك عدد تكافؤ واحد ومثل ما تلاحظ توزيع الالكتروني رح يكون ثنين ثمانية واحد اذا رح يكون في المجموعة واحد وهو يميل الى فقد الالكترون واحد وهكذا بنفس هذه الالية نوق التكافؤ اللي هي العناصر التي تكون في المجموعات من واحد الى ثلاثة اما في المجموعات من خمسة الى سبعة التكافؤ يساوي يعني تكافؤ انت اذا تريد تجيب التكافؤ في مجموعة من خمسة الى عفوا سبعة رح تسوي الرقم ثمانية ناقص رقم المجموعة مثال على ذلك الكلور الكلور توزيع الالكتروني يكون ثنين ثمانية سبعة اذا هو رح يكون في المجموعة السابعة بما انه في المجموعة السابعة وانت اذا كنت تريد تجيب التكافؤ هو في المجموعة السابعة فتسوي ثمانية ناقص سبعة يعطيك واحد اذا التكافؤ هو واحد اما الان الحديث عن المجموعة الثامنة الثامنة عفوا المجموعة الثامنة تكافؤها صفر لانها لا تدخل في التفاعلات الكيميائية لانها غازات خاملة اما الان الحديث حول صيغ المركبات الايونية المركبات الايونية تكون في الحالة الصلبة عند درجة حرارة الغرفة وتتمثل صياغة المركبات الايونية ببساطة في نسبة لعداد الصحيحة الايونات الموجبة الى الايونات الموجودة في تركيب المادة مثال حول كيف تكتب الصيغة الكيميائية مثلا صيغة اكسيد الامونيوم هو مركب ايوني اكسيد الامونيوم كيف انت تكتب اول خطوة عندك تكتب الاسم بالعربي مثل الان اكسيد الامونيوم ثاني شي تكتب الصيغة الكيميائية لكل عنصر اسفله باللغة الانجليزية اذا الامونيوم هو اي ايل والاكسيد هو الاكسوجين اللي هو او وبعدين نكتب تكافؤ كل عنصر تحت الاسم الخاص به فعدنا تكافؤ اللي هو للمنيوم بما انه في المجموعة الثالثة راح يكون ثلاثة والاكسوجين بما انه في المجموعة السادسة راح يكون اللي هو اثنين الان تعمل ضرب تبادلي فقط فتكون الصيغة على الشكل الاتي الالتو او ثري وهكذا تكتب الصيغة اللي هي الكيميائية الان مع مثال اخر اللي هي صيغة اكسيد الامونيوم بنفس الالية عفوا اكسيد الكالسيوم الكالسيوم اللي هو سي اي الاكسيد اللي هو او تكافؤ الكالسيوم اثنين وتكافؤ الاكسوجين اثنين تعمل ضرب تبادلي سي اي او سي اللي هو سي اي اي تو او تو والان اذا بغيت تبسط بساطة تقسم على اصغر رقم او الارقام المتشابهة الان في هذا المثال الارقام تشابهت فهذا يروح نقسم على اثنين نقسم على اثنين هذا راح مع هذا وهذا راح مع هذا فاذا الصيغة المبسطة هي سي اي ا او اما الان الحديث حول صيغة المركبات التساهمية المركبات التساهمية في اثناء كتابة صيغة الكيميائية لا تفرخ كثيرا عن اللي هو المركبات الايونية اما التكافؤ في المركبات التساهمية هو عدد الالكترونات التي يمكن ان تشارك بها ذرة العنصر اللافلزي طبعا لافلزي لان المركبات التساهمية تكون لافلز مع لافلز مثال هنا عندنا اول شي صيغة كربونات الصوديوم اول كربونات الصوديوم الصوديوم اللي هو ان اي وulation الكربونات اللي هو co3 التكافؤ اللي هو صوديوم واحد اما التكافؤ اللي هو الكربونات اللي هو اثنين الآن نعمل ضرب تبادلي بسيط فالن اي ن اي تصبح اثنين والسي او ثري تنزل نفس ما هي لان ضربناها في واحد الآن الحديث حول صيغة ثاني اكسيد الكربون اكسيد الكربون الكربون سي رمزه اكسيد اكسيد اللي هو او تكافؤ الكربون اربعة تكافؤ الاكسيجين اثنين ضرب تبادلي فيصبح سي تو فور وبالقسمة الآن لتبسيط الصيغة بالقسمة على اللي هو الرقم الاصغر اثنين وهنا اثنين فتصبح بهذه الصورة اثنين يروح مع اثنين واربعة تقسيم اثنين يعطينا اثنين والآن حل السؤال اربعة سبعة صفحة سبعة وثلاثة وسبعين عفوا قال اربعة سبعة يقول استخدم قدولك الدوري كي يساعدك على ايجاد صيغة كل من المركبات الاتية على نفس النهج الماضي اللي هو علمتكم يا قبل شوية قال لك كلوريد السيليكون السيليكون اس اي واللي هو كلوريد اللي هو الكلور سي ال تكافؤ السيليكون اللي راح يكون اربعة وتكافؤ الكلور راح يكون واحد بالضرب تبادلي راح ينتج عندك اللي هو الاتي اللي هو اس اي سي ال او فور وعلى بنفس الطريقة ثنين كبريتيد الكربون سي اس تو ثلاثة ثلاثة كلوريد الفوسفور بي بي سي ال ثري ثري رقم اربعة ثنائي اكسيد السيليكون اس اي او تو رقم خمسة كبريتات البوتاسيوم كي تو اس او فور رقم ستة فلوريد الاليمونيوم اي ال اف ثري رقم سبعة اكسيد الحديد ثلاثي اف اي او ثري رقم ثمانية نترات الكالسيوم سي اي اي او ثري اه ثنين اه تسعة كلوريد الخارسين زد ان سي ال تو عشرة الامونيا اللي هي ان اتش ثري رقم هدعش كلوريد الهايدروجين اه اتش سي ال رقم اثناش كبريتات النحاس الثناء اللي هو سي او اس او فور واخر شي اللي هو اه ثلاثي اوكسيد الكبريت اللي هو اس او ثري والان حل اسئلة اربعة سبعة واربعة تسعة صفحة اه اربعة وسبعين يقول السؤال الاول ما عدد ذرات العناصر المختلفة الداخلة في صيغ المركبات الاتية هيدروكسيد اه الصوديوم اللي هو ان اي او اتش الان وال او الان اي وال او وال اتش جميعها واحد اثنين الايثان اللي هو اه السي رح يكون اثنين وال اتش ستة حمض الكبريتيك اتش اثنين اس واحد او او ستنة او ست abs او او ستنة او 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 S الكربون الهايدروجين والاكسجين باعدد الكل للذرات الموجودة في هذه الغزي ثمانية مثل ما هو واضح معكم اي ذرتين تشكل بينهما رابطة تساهمية ثنائية طبعا الكربون والاكسجين دال اكتب الصيغة الكيميائية للمركب طبعا راح يكون سي تو اتش فور او تو اما الان الحديث حول الخصائص الفيزيائية للمركبات الايونية والتساهمية تساعدنا لمعرفتنا بكيفية ترابط الذرات لتكوين الانواع المختلفة من المركبات على فهم الاختلاف في الخصائص الفيزيائية للمواد والان هذا الجدول يوضح هذه الخصائص والسبب في امتلاك هذه الخصائص اول شي عندنا الخصائص المركبات الايونية باللورية صلبة عن درجة حرارة الغرفة السبب في امتلاك هذه الخصائص الترتيب المنتظم للايونات في الشبكة وتقارب الايونات المختلفة في الشحنات لها درجات مصهار وغليا مرتفعة وهي ليست متطايرة عفون السبب التقاذب القائم بين الايونات بفضل قوى كهروستاتيكية شديدة وحاقتها الى كميات كبيرة من الطاقة لينفصل بعضها عن البعض غالبا تذوب في الماء ولكنها لا تذوب في المذيبات العضوية مثل ايثانول وثلاثي كلوروميثان والكلوروفورم وميثيل البنزين يعود ذلك الى انقذاب الماء نحو الايونات المشحونة مما يساعد على فصل بعضها عن بعض وبالتالي ذابت المركبات الايونية ايضا تصبح موصلة للكهرباء عندما تكون منصهرة او ذائبة في الماء ولا تكون موصلة للكهرباء في حالتها صلبة لان الايونات تحرك الحركة في المصهور او المحلول الامر الذي يمكن الايونات من التحرك نحو الاقطاب الكهربائية عن تعرضها لقهد كهربائي اما الان الحديث حول خصاص المركبات التساهمية البسيطة غالبا ما تكون سائلة وغازية عن درجة حرارة الغرفة لان قوة تقاذب من الجزئيات ضعيفة لها درجات انصهار وغليان منخفضة وتكون الجزئيات صغيرة متطائرة اما الجزئيات كبيرة فهي اقل تطائرا لان القوة بين الجزئيات ضعيفة جدا وهي بالتالي لا تحتاج لقدر كبير من الطاقة لتفصل الجزئيات بعضها عن البعض تثوب في المذيبات العضوية مثل ايثان ومثيل بنزين والبروبان وعدد قليل جدا منها يثوب في المال لان المركبات التساهمية تكون عموما اكثر قابلية للذوبان في المذيبات العضوية بسبب التشابه في تراكبها غير موصل الكهرباء لعدم احتواء على ايونات نقل تيارات التيار الكهربائي اما الان حل السؤال 14 و11 صفحة 75 كيف يوصل مصهور كلوريد الصوديوم الكهرباء يتكون المصهور من ايونات الصوديوم الموجبة وايونات كلوريد سالبة حرة الحركة تعمل على نقل الكهرباء السؤال 14 لماذا لا يوصل مركب كلوريد الصوديوم الكهرباء في حالته الصلبة الجواب راح يكون لعدم وجود ايونات او شحنات حرة الحركة في الايونات ثابتة في مكانها في بلورة الملح وشكرا على حسن استماعكم والى لقاء اخر ولا تنسوا الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر